السؤال الرقم 5 على Amdl Zlog اللي هو بيكون عندي جزء من الكود Baralizable بيشغله على عدد من البروستسور وليكن مثلاً N بروستسور وبيكون جزء تاني من الكود ما بقدرش اعمله Baralization أو ما بقدرش اعمله على التوازي فبيشتغل على CP1 بيكون 1-F تمام وبالتالي الاسبيت أب بتكون 1 الاسبيت أب الوفر اول اسبيت أب 1 على الجزء اللي هو N-Bralizable 1-F زائد الجزء اللي هو Baralizable اللي هو F على ال N اللي هو عدد البروستسور اللي أنا دفتهم عشان يسرعلي الموضوع حبقى نطلع المعطوات مع بعض بولي أن أنا عندي System Contain Special Processor for Floating Point Operation يعني أنا عندي Floating Point اللي هي العمليات الكسرية أو العمليات العشرية بولي أن 50% من البروغرام كله بقدر اعمله على البروستسور ده بولي أن أنا قدر تعمل Speed Up للفلوستسور ده 15% طيب كلام ده معنى إيه معنى أن أنا عندي ال F أو الجزء اللي أنا عملله بالراليزيشن اللي هو Floating Point Operation دي 50% من البروغرام كله يعني ال F بتساوي 50% أو 5% من عشر وبالتالي ال 1-F أو الجزء اللي مش قدر عملله بالراليزيشن هيبقى برضو 1-5% من عشر هيبقى برضو 5% من عشر طيب عملت له بالراليزيشن كم مرة 15 مرة يعني ال N بـ 15 كأني أضافت 15 بروستسور للجزء بس اللي هو إيه اللي هو البراليزابول بس عايزين بقى إيه في رقمي نحسب overall speed up ال speed up ال speed up هتساوي من القانون ده 1- على 1-F زائد F على N يعني بتساوي 1 على الجزء اللي هو النص اللي هو النص ده يبقى نص زائد الجزء البراليزابول برضو كمان نص على ال speed up للجزء البراليزابول اللي هي ال 15 أو عدد السي بوز اللي أنا أضافتهم لو حسبتها هتطلع معك 1.875 يبقى أنا لما قدرت أصرع ال 50% من الكود ب15 مرة خلونا أجب من الحتة دي ال overhaul program اتصرع ب 1.875 مرة سمام؟ طيب ده بالنسبة الرقم اي رقم بي يقول لي احسب ال overhaul speed هنحسبها تاني لو أنا خليت الكمبيلر يحسب أو ياخد 75% يعني اللي أنا بقدر أعمل لها بدل ما كانت 50% بقت 75% ده معنى البراليزابول برض أو ال f بقى 75% 75% هشغلهم على ال 15 بروسسور يبقى أكيد الجزء النور براليزابول هيبقى 1-5 اللي هو point 2-5 الجزء اللي بقى من الكود يعني وبالتالي اللي سبيت up الجديد هتساوي كام؟ هتساوي 1 على 1-f زائد f على n المرة هيبقى هتساوي 1 على 1-f اللي هي point 2-5 على بعضها اللي هو الجزء اللي أنا ما قدرتش أعمله زائد point 3-5 اللي هو الجزء بقى أنا أقدر تعمل براليزايشن للكود أو أقدر تسرع الكود حوالي 3 مرات وتلت تقريبا بعد كده رقم C بيقول لي what is the fraction of the competition should be able to use the floating وبين بروسسور in order to achieve over all speed point 2-5 المرة دي هو مديك over all speed يعني المرة دي هو مديك ال-S تمام؟ يعني هو مديك ال-S بتساوي point 2-5 وعايزك تحسب عايزك تحسب الفراكشن اللي أنا هقدر أو اللي أنا لازم أعمله من الكود علشان أحقق ال-S يبقى المرة دي هنحسب ال-F وال-S هي اللي معنا وطبعا ال-N بخمستاشر زي ما هي فندي الوقت عندي القانون كان بيقول إن ال-S بتساوي 1 على 1 minus F زائد F على N المرة أنا معايا ال-N ومعايا لو أصل رقم مجهول بالنسباني زائد ال-F برضو مجهولة على ال-N اللي هي الخمستاشر اللي هو عدد السيبيوس طيب عايزين بقى نحسب قيمة ال-F هنعمل ايه هنجيب ده هنا كده وده هنا يبقى واحد minus F زائد F على خمستاشر هتساوي واحد على بطنين بوين بطنين خمسة بعد كده ممكن نودي الواحد هنا بعكس الاشارة فهيبقى هنا بسالب واحد هشيله من هنا وحطه هنا بعد كده ممكن ناخد ال-F عامل مشترك لأنها موجودة هنا وموجودة هنا فنقول إن ال-F لما ناخد عامل مشترك من هنا الأول هيبقى لي 1 على 15 ناقص من هنا هيبقى لي سالب 1 والكلام ده بيساوي 1 على 2 2 5 ناقص 1 وبالتالي ال-F بتساوي 1 على 2 2 5 ناقص 1 على 1 على 15 ناقص 1 احسب الرقم ده هيطلع معك بكم هيطلع معك ب 0 5 9 5 2 يعني الفراكشن من الكود اللي أنا محتاج أعمله عشان أحقق بالرقم ده هي 59 تقريبا من 59 ونص في 100 من الكود تمام ده كده حل مثال رقم 5 تقريبا